موسيقى صبحية مع غادة اليوم موجودين لحتى نشوف مجموعة من المبادرات الشبابية اللي عم بقوموا فيها شباب أردنيين لحتى يحاولوا انهم يزرعوا كل الخضار والفاكهة الطبيعية واللي بتنمو بأرضنا واللي أورغانيك واللي أكيد فيها صحة لأهلنا كلهم هذه المبادرات موجودة في أكتر من مكان بالمملكة ولكن بداية رح نحكي مع بدر أنا بلسي ونقول له صباح الخير صباح الخير بدر صباح نورة كيف الأخبار؟ بدر قلينا نحكي أكتر عن المزارع اليرين مضبوط وكل المنتجات اللي بتنتجها خلال العام هلأ هي مزارع اليرين مزارعنا موجودة جنب مادبة قبل مادبة بشوية منطقة سماح السبان نستعمل فيه هناك منزرع البيوت البلاستيكية فيه إحنا كمان العائلة مختصة بالأمح والشعير وفيه أصناف عندنا كوسة بندورة خيار فلفل وهلأ موسم فراولة بالوقت الحالي عندنا لأنه موسم الشتاء تنمو هي بدها يعني أجواء باردة خينا نحكي عامة كفراولة وبالصيف منزرع باقي الأصناف اللي هي بتمشي جزر خيار أصناف بندورة كلها طيب هذا التجربة يحسسها قدية مهمة قدية مهمة لإلك كشاب أردني قدية مهمة للمجتمع بشكل عام المجتمع الأردني أنه يكون بين إيدي كل هذه الخضروات والفاكهة اللي ضمنين أنها أورغانيك وضمنين أنه طالع من أرضهم الأهول واحد بيكون متطمن لما يجي يأكل يقعر في البروديوستاعه أو المنتج غير نحكي آمن من ناحية صحية ما في خوف منه وشغل الثاني حلو أنه البلد تكون مكتفية ذاتيا من داخل البلد وما في أي ضرورة للإستيراد خلينا نحكي من أي بلاد تانية نعم وهذا الأردن المزارعين عم بيحول يتجهوله يعني إن شاء الله خلال أهل أكمن سنة بل كي بيصير يعني الوضع عن اكتفاء ذاتي من ناحية خضار وفواكه من داخل البلد منتوج أردن إن شاء الله إن شاء الله طيب حاتم زميلنا لو تشوف هك يعني أنا بدأ أفرجيكم أدي الفاكهة وأدي الستروبري أو الفراولة طيبة حبتها كبيرة مبين أدي ناضجة بشكل حقيقي ومكملين أيضا لحتى نحكي بمزارع الموجب العضوية مع سيد وائل سبع نغ صباح الخير صباح الخير كيف حالك سمع جريت عم نطلع على هذه التجربة المميزة لبعض المبادرات وبعض المشاريع الأردنية الشبابية اللي عم تدعم اليوم إنه يكون في عنا مزارع عضوية وأيضا ليس فقط مزروعات وخضار وفاكه ولكن أنا كمان أدري أشوف إنه فيه بيد عضوي وفيه كتير منتجات زيت زيتون وغيرها تحكي لنا عن مشروع الموجب ككل مشروع الموجب عمر عشر سنين إحنا بنقتص بزراعة وإنتاج الخضار والفواكه العضوية فموضوعها قصة طويلة بدك تكون عم تحافظة على البيئة تعرفي من وين عم تيجي الخضرة تبعيتك من ناحية بزور من ناحية السماد عناية فلي بميزنا إحنا كمزرعة الموجب إنه نفسنا كان طويل عشان قدر نجيب هاي المنتجات للسوء المحلي كل شي بنزرعه هون زراعة محلية من مزارعنا ما بيجيبها من أي مزرعة تانية وبتتميز بجودتها وموسميتها طبعا يعني واقل عم بنشوف هون لو زميلي لو زميلي حاتم بقدر يشوف حتى في بعض المنتجات اللي إحنا مش بتعودين عليها كتير زي الكيل موجودة عندكم الفلفل الأخضر الحار الملفوف وأيضا يعني كل ما يلزم المنزل وكل ما يلزم العائلة وعم بنشوف حتى الفلفلة ألوانها مختلفة شوي البلد بابر كولرد وملونة وأيضا هون عم بنشوف الفجل الأسود والفجل الأبيض وكمان نيلي رح تحكي لنا عن مشروعها المختلف والمميز صباح الخير نيلي صباح الخير ويعطيكم العافية نحنا مشروعنا اسمه مام اوفا فيغان هو مشروع بلشناه أنا وماما لما ايدي صايدة إني أنا أسير فيغان تقريبا قبل سنة ونص كانت ماما خايفة كتير أنه لما أسير فيغان أني أبطل أكل أشياء صحية طبعا إذا إحنا بنحكي عن النظام الفيغان أو هذا النظام اللي هو ما فيه حتة منتجات حيوانية يعني الأشخاص بس بتناولوا المنتجات اللي تخلوا من المنتجات الحيوانية خضروات فاكهة صحيح؟ يعني لا سمك لا لحمة لا جاج لا حليب لا تشيز لا لبن كل هاي الأشياء ياس فكانت خايفة علي كتير أنه الكونسومشن اللي بدي أسير أاخده ما يكون صحي بيأثر عليك تميات ما تكون صحية وتأثر عليك وتأثر على مستوى الويتامينات في جسمك فقررت أنه تعملك لاين خاص فيكي طب خلينا نتعرف شو فيه عنا ياس فيه عنا لاينز مختلفة فيه عنا لاين مثلا اللي هو الجامز وفيه عنا نكات مختلفة فيه اللي هي اللي مربة وإيش فيه نكات من اللي مربة عم نشوف بلوبيري وعم نشوف كمان فيه أشياء ما بتكون موسمية سو مسلا فيه عنا مربتين المعقود فيه عنا الوايلد بلاك بيري اللي هو التوت البري فيه عنا ميكس جام فيه عنا بومكن سينيمون برضو أنا شايفي هون بعض المنتجات اللي أيضا الكوكيز والبسكوت هذا شو عم نشوف هون لو تفتحي لنا إياه مثلا شوكليت شب كوكيز حتى نكملية السكر مثلا اللي منستعملها بالهذا بتكون قليلة جدا فأنتي يعني بتطلع النيوترينس من الكوكيز بس مش من السكر والآدتفز اللي موجودين وهلا مكملين أيضا اللي نتعرف على مشروع للشباب أردنيين عم بتعاملوا مع بعض المنتجات بشكل عضوي وبشكل مميز جعفر صباح الخير صباح النوري شو الأخبار أهلا وسهلا أهلا أهلا خبرنا أكتر عن كل المنتجات اللي موجودة قدامنا أو اللي عم تعرضوها تمام أحكي لك هلا إحنا فكرتنا كمحل إنه نغير وجهة نظر الناس بكتير أشياء أول واحدة اللي هي إنه كل شي هلثي مو زاكي كل شي صحي مش زاكي بالزبط فإحنا عم نحاول نغير هاي الفكرة قد ما منقدر نعم طبعا عم نستبدل السكر وكثير أحياني بتمر لأنه تمر مو مؤذي كالسكر نعم ما إلو أذى نعم وفعليا بعض طعام زاكي نعم وبتحبي أحكي لك عنهم الأشياء اللي عنا بشكل عام يعني أنا بدي أشوف يعني مثلا برضو إحنا عم نشوف بعض المنتجات المتعودين إنه نشوفها ببيوتنا لو تمسك لنا هذا تقولنا هذا مثلا هلوبينو أوكي الفلفل بحري كتير 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 والفلفل أصلا بس تلف شوي على زميلي الفلفل أصلا هذا هو زراعتنا أعرفتي والهلوبينو شغلنا برضو تمام فهو يعني من أيت وزد شغلنا كله تمام وإيش كمان عم نشوف بعض المنتجات لو تمسك لنا إياهم نفرجينا إياهم نستعرضهم مع بعض يعني شو شردك إجمعيا أورجيكيات يعني إحنا هون عم نشوف الزعتر زعتر برضو شغلنا هذا زراعتنا هذا كله زراعتكم مية بالمية شغلكم والسمسم كله كله مية بالمية كمان أهلا أشوف إحنا الأشياء الكتير اللي هي شوي غريبة إنه مثلا عنا بينة بوتر محلية بتمر طيب خلينا نشوف بينة بوتر المحلية بتمر إذن طيب المحلية بتمر هادي شو إذن هاي اللي هي زبدة الفستو بس ما عليها أي حلاوة من السكر أو إشي فبدل ما نحط سكر أو هاي من حليها بتمر طيب كيف شايف إقبال الناس على كل هذه المنتجات؟ صدقا كتير يعني إحنا إلنا أربع سنين بالسوق وفعليا أولها كانت صعبة صلاحة كتير بس بالوقت الحالي كتير مجتمعنا عم بتقبل فكرة الهلثي وعم بالتجئلها يعني بشكل مخيف أكيد وإحنا كمان من هون ومن صبحية مع غادة بنقولكم شكرا كتير لأنه كل العالم الصراحة اليوم بحاجة أنه يكون فيه شباب بعرفوا أهمية أكلنا العضوي وأهمية كمان تجاه إلى الأكل النباتي لحتى نقدر ننقذ علمنا صباح الخير مرة جديدة وهيك بسلم أصدقائي وزملائي بالستوديو اشتركوا في القناة